خطة الغربية خطة الكوى المسيطرة لا بوضوح بدك تقاوم الفطرة بوضوح هذول جاهزين ينفذوا ليش ليش جاهزين حتى لو مش مقتنعين لأنه هو أهم شي هو فاسد وأهم شي عنده العرش عمبرهنوا الشعوب على فكرة اقتصاديا وعسكريا هل كيت أخرى طيب الناس بتقول لك طب ومنح يعني يبقى الدين لا الآن حتى الدين بدهم مش يخلوه عندك طبعا بنجحوهم مع فكرة في بلادنا ومنجحوش بالعكس هذا ممكن يجعل في استنفار وثورات لا تبقي ولا تذر الإسلام محصن فعلا والمسلمين محصنين اليوم أفضل الشذوذ الشذوذ لما ترجع للأربعينات والخمسينات والستينات القرن الماضي كان فيه شذوذ في مجتمعاتنا ومعروف كان فيه شذوذ طيب من أنا تقريبا في الستينات كنت واعي في الستينات كان فيه شذوذ ويتكلموا الناس وكان فيه تعامل مع البهائم في المجتمع لما صار فيه تثقيف وتوعي وبدأ يرجع الدين بدأت الأمور إيش تتلاشى تتلاشى هي راح تتلاشى بالمرة بدأت تتلاشى بالمرة لا مش رحب تتلاشى بالمرة ولكن تصير متنحية غير ظاهرة في المجتمع هم بيحاولوا على فكرة يكنعوك إنه موجود موجود إنت بتعرف إيش ومين اللي بعرف أثريته اللي آيش في هالجو بعرف إنه فيه العدد اللي آيش في الجو هذاك بعرف نحن مش عارفين بدهم يعرفونا